على فكرة المسلم الذي تؤرقه العدالة وتشعره بأنه محتاج أن يفهمها يجي يقول إيه؟ يقول بس يا جماعة لحظة واحدة الكفار هيخش جهنم ولكن كان في عندهم بعض الأعمال الطيبة الحلوة من العدالة أنهم يخدوا أجرهم عليها وأن يثابوا عليه يعني الراجل مثلا نيوتن ذا نيوتن عمل قوانين جاذبية وعلم البشرة اللي اخترع الكهرباء وخلالنا النهاردة قاعدين في التلفزيون نفتح تلفزيون نسمع اللي اخترع اللي عرفنا بالأمراض وعرق وطرق علاجها دول كانوا كفرة معظمهم في العصر الحديث على الأقل دول يخشوا النار يعني عدالة الله تأبى أن تضيح أعماله لهم سدن طب بلاش؟ طب الناس الذين يعيشون خداما للإنسانية واحد عمل مؤسسة لرعاية اليتامة والأرامل أيوة هو يهودي ولا نصراني ولكن يا أخي هذه أعمال مش معقول هيخش النار انت عايز تفهمني أن الرجل الذي يفعل كذا وكذا سيدخل النار ولكي نفهم الإسلام معا وعلى فكرة كم كررت أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول ما عبد الله بشيء أفضل من الفقه في الدين تفهم الإسلام لا نريد أن نمارس التأثر والتأثير بدون أن نفقها الإسلام فأولا الإجابة نعم هؤلاء سوف يدخلون النار ياه ونيوتن وباستير وكل الناس الجماعة المخترعين واللي عمل إيديسون بتاع المصباح الكهرابي ليه لأنهم كانوا كافرين طب وأعمالهم الصالح هي دي أعمال فعلا ظاهرها كذا أنت تتصور أنها أعمال صالحة لكن لما تيجي تدقق وعند التحقيق سأثبت لك الآن أنها ليست أعمال صالحة بل أعمال إجرامية وحسبوني لو طلع لو لم نستطع أن نثبت هذا يقولوا والله الجماعة الدعاء دول بيطلعوا يقولوا كلام يعني بيفتكروا أنه هو مظبوط عند التحقيق تجد هذه الأعمال أعمال ليست صالحة بل هي جرائم كيف كيف وأنا بكلمك وأنا قاعد في إضاءة اخترعها واحد من هؤلاء وتكييف اخترعه واحد من هؤلاء وهكذا إنما سأضرب لك في البداية بعض الأمثلة تفهمك المسألة لما قامت حرب أكتوبر مثلا المشهورة بين العرب وإسرائيل أو بين المصريين وإسرائيل عشان هنتكلم عن الجبهة المصرية لو أنا أرسلت جندي من عندي لاقتحام خط بارليف والانتصار على اليهود وأخذ سيناء واسترداد كذا فذهب الجندي إلى المعركة ودخل إلى حصون بارليف فوجد فيها ما علمناه من أنهم كانوا يضعون تلاجات وبرادات مليئة بألوان الطعام والفاكهة الفاخرة من أجود أنواع الفواكه مخزون للجنود فتصور لو أني أرسلت مقاتلا ليستعيد الأرض فلما رأى الأطعمة ذهل فألقى السلاح وارجع لي بصندوق تفاح فين يا حبيبي خط بارليف فين سيناء أين النصر فين السلاح فيقول ألقيت السلاحة وجئت بالتفاح تفاح إيه يا حبيبي أنا أرسلتك لمهمة هو أنا قلت لك أن أنا ما تغدت شجعا تعالى لواحد آخر إنسان لا قدر الله أشعر بأزمة في القلب وأريد دواء القلب وأوشك أن أموت وعضلة القلب تعتصر والدواء نفد فأرسلت شخصا قلت له اعمل معروف اذهب إلى الصيدلية اشتري لي الدواء فذهب وعاد مسرعا وقال لي أما أنا لقيت لك حتة كارفتة تمشي مع البدلك كحلي هيلة كارفتة إيه يا أستاذ تأتيني بثياب وبطعام وأنا أموت طالب دخل إلى امتحان الكيمياء فوجد أنه لا يعرف أسئلة الكيمياء فجاوب في الجغرافيا ولا في التاريخ وقال كلام مضبوط وممتاز يأخذ صفر على الرغم من أنه قال كلما مضبوطا لكنه ليس في الموضوع فالعبرة أن الله تعالى قال في القرآن كلمة صريحة قال أيها الناس أنا لا أريد منكم من رزق وما أريد أن تطعموني أنا لا أريد أن تتوكلوني وتشربوني ولا توكلوا خلقي ولا تشربوه أنا لا أريد هذا أنا أريد شيئا محددا ما هو قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوني ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين فذهب هؤلاء وبدأوا يقومون بأعمال مختلفة عن الهدف الذي من أجله خلقهم الله عز وجل فكيف تكون لهم كيف يكون لهم أجر دا اللي هكون عندي حالة في القلب وهموت وهتجيني سكتة قلبية ويجب لي كربطة هدية هضرابوا على وشه لو عندي قوة ولذلك وأنا مهتم أني أبين لكم هذا حضرت مشكلة في مرة شاب يا إخوة شاب يذهب راجل بيشتغل يخرلص شغله ويذهب إلى بيتي والده المسن أبوه المسن المريض المقعد يكنس البيت ويمسحه ويضع الطعام ويطبخ ويغسل الأواني ويخلي البيت زي الفل ويجهز طعاما لوالده وكل شيء ما شاء الله ولكنه مع ذلك لما يذهب إلى أبوه يلاقي أبوه من أخبط البيت مرة إيه يا أبوه اللي أنت عامله يقول له والله كان عندي ضيوف مبارح كل ده وكل الأكواب والإطباء ويقعد يشتم في أبوه ويضربه ويقول له أنت خرفان ويقول له أنت خرفان أنت ما بتفهمش أنت ها ها هل في أي حد في الدنيا يتصور أن هذا الابن ابن بار برغم كل الذي يفعله عارفين لما عرضت المشكلة دي على من يحكم بين الوالد وولده حكموا بأن الابن لا يذهب إلى بيه مش عايزينك تنظف خالص ولا تغسل ولا تطبخ خالص خلاص لأنك تعق والدك بأكثر من الخدمة فالذي تصور أنه يخدم البشرية فشتم الله رب العالمين وقال ليس هناك إله على الإطلاق الله لا يعبد لن أسجد لن أركع لن أتوضأ الله له ولد الله وظل يكذب على الله هذا الإنسان لا تقل لي إنه عمل أعمالا صالحة ولذلك ما نتيجة أعمالهم اسمع قول الله عز وجل في ثلاث أو أربع آيات الآية الأولى يقول لك والذين كفروا بربهم أعمالهم يا سلام على الجمال والله كأني أراه يتكلم عن نيوتين وبستير وإيدسون والناس دون والذين كفروا بربهم أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الضمآن ماء الإنسان العطشان يقول للميه يحسبه الضمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه هو كم متصور أنه دي مية يشرب منها إنما اكتشف أنها ليست بماء واكتشف أنه عند الله يذهب إلى الله فيوفيه حسابه يقول الله تعالى في الآية الثانية عن أعمال الكفار لتعلموا أن هذه هي العدالة يقول الله تعالى عن أعمال الكفار مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد عارفين الورق لما تحرأوا ويطلع رماد الورق كرماد جبل بقى من الرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف يفضل منه إيه ولا حاجة اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون على شيء مما كسبوا لا يقدرون مما كسبوا على شيء وهو ده بأ ذلك هو الخسران المبين خسارة حقيقية فأعمال الكافرين صف لا تساوي شيئا مش في واحد لعيب كرة والله أهو ده مثل يمكن يناسب الناس أكثر واحد لعيب كرة محترم بس بيلعب في القوت لا يلعب داخل الملعب فمهما أحرز من أهداف ده مش داخل في التشكيل أصلا إنسان لم يدخل في التشكيل تقول لي ده أحسن واحد ده لا ده أتب أحسن لعب مع عدد تمرين يا جماعة الساعة 9 الصبح لا ده جالي بقى بالليل الساعة 12 بالليل أين تمرينه هؤلاء يلعبون في الأوت ولذلك قال تعالى في وضوح قال وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا اللي بيعملون نزل كلهم كل المؤسسات الخيرية والاكتشافات العلمية يا إخوة إن الله لا يصلح عمل المفسدين أنتوا فاكرين نوبل فاكرين نوبل ولا لأ من نوبل ده نوبل ده راجل عالم عالم فصنع حاجة اسمها الديناميت وفوجئ بأنه وهو عقلية علمية أنتج منتجاً اسمه الديناميت بينفجر وبيعمل حروب وتدمير فزعل على نفسه أوي أنه أساءل البشري فأراد أن يصلح خطيئته فعمل جائزة اسمها جائزة نوبل تعطى لمن يخدم السلام العالمي بيصلح خطأ أهوه لكن انظر ما الذي حدث تحولت جائزة نوبل الآن إلى إفساد منظم لأنها تعطى بكيفية معينة وبمؤامرة معينة وبخطة معينة لمن يراد استخدامهم في بعض الأغراض هذا طبعا في الغالب الأعم بل لا يكاد يغادر أحدا يبقى لما أراد أن يصلح حدث إفساد يقول الله تعالى إن الله لا يصلح عمل المفسدين فالعمل للدنيا هباء منثور لا قيمة به ولا عبرة به ولكن أيها الإخوة العدالة اقتضت أن الله جازاهم عن الدنيا في الدنيا قال من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها طيب نفذ الوقت إذن فعلى كل حال لا بد أن نعلم أن الذين نفذت الذين عملوا عملا في الدنيا الله يوفيه لهم في الدنيا يأكلون ويشربون لدرجة أن الله قال لهم والله يسمعوا ولولا أن يكون الناس أمة واحدة كنا أعطينا جائزة للكفار لجعلنا لمن يكفروا بالآخرة لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون وزخرفا كنا خلناهم آخر نغنغة بسبب الكفر وندلهم اللي هم عايسينه لأنه جزاء من كان يريد العجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد فإذن هؤلاء لم يظلموا هؤلاء أخذوا فعلا حقوقهم في الدنيا وليس لهم عند الله شيء نتم إن شاء الله في لقاء قادم ودائما ما يصدمنا نفاذ الوقت نسأل الله عز وجل أن يفقهنا في ديننا والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اشتركوا في القناة